النهاردة يوم مهم جداً لأنه يخص فئة تهمنا كلنا جداً يوم الطبيب المصري وبالمناسبة اليوم العالمي للطبيب كل دولة بتحدده بناءً على حدث مهم عندها لكن العالم كله أجمع أن الطب هو المهنة اللي البشرية كلها بتحترمها هو المهنة اللي كل واحد فينا على الأقل في مرحلة ما من حياته حلم بيها وحلم أنه يبقى زي الدكتور الكبير اللي هو بيشوفه ده وبطبيعة الحال كلنا تعملنا معاه وأكيد كلنا احتاجنا لها هي المهنة المقدسة بلا منازع اللي الله كأنه كده استفاها وسمح لها أو أنه وسمح أنه من خلالها يكون شفاء ورحمة ورحمته للبشر تكون من خلال هذه المهنة سمح أنه تفاصيل علمها وأنه تفاصيل قدرة الله تتجلى في معجزات بتحصل كل يوم على إيد أصحاب هذه المهنة مش هنبقى بنبالغ لو قلنا أنه في أحيان كتير بتمنى أنه مهنتين الطب والتدريس أتمنى أنه يبقوا أصحاب أعلى أجور وأي حد فينا سوي يقول كده أتمنى أنه أكتر مهنتين يكونوا بيلقوا إكرام مادي ومعنوي هم الطب والتدريس مش بس لأنه الإكرام المعنوي مش كافي لكن لأنه هي دي النماذج اللي احنا عايزين نفضل نتمنى نبقى نشبهها وهم دول الناس اللي احنا مهم جدا أن نقدم لهم قدر كبير من الاحترام دايما لما نقول كده نقول نتمنى أن الدكتور ياخد أعلى أجر بس مش منجيب المريض ودي منظومة التأمين الصحي اللي بتحصل في العالم كله وبتطبق حاليا في مصر ونقول أنه نتمنى المدرس ياخد أعلى أجر بس مش منجيب الطالب ودي إصلاح منظومة التعليم على كل حل وإحنا بنتكلم النهاردة عن يوم الطبيب فهي فرصة أننا نقول كمان ونعلن عن احترامنا للعلم احنا بنحترم الناس المتعلمة كويس وبنحترم الإخلاص المرتبط بالشغلانة دي بنحترم الأخلاق المهنة دي مرتبطة جدا بالأخلاق في يوم الطبيب المصري مهم كمان نرجع نفتكر ليه 18 مارس تحديدا والقصة جميلة جدا 18 مارس 1827 ده تاريخ افتتاح أول مدرسة للطب في مصر يعني عمر التعليم الطبي في مصر 195 سنة اتفتحت في أبو زعبل وبعدين انتقلت بعدها إلى مدرسة الأصر العيني سنة 1837 الحاجة الجميلة جدا انه قبل بقى محمد علي باشا أبو الإصلاح في مصر يعني انه أسند مهنة إنشاء مدرسة الطب لطبيب الفرنسي كان اسمه أنتوان كلاو أنتوان كلاو بيد اللي احنا عارفينه ده وكلفه بإنشاء المستشفى العسكري الكبير ومدرسة الطب في أبو زعبل سنة 1826 قبل التاريخ ده كان الطب في مصر عبارة عن الطب الشعبي الحجامة كان الموظفين الصحيين هم اللي بيقدموا الخدمات الطبية عشان كده اليوم ده فارق ومهم جدا ومن بعدها توالت بقى النجاحات وانضمت مدرسة الطب إلى جامعة القاهرة وانتقل المستشفى لأصر العيني اللي نعرف مكانه بقى في سنة 1837 بعد التاريخ ده بـ 18 سنة اتخرج بقى من مدرسة الطب 1500 طبيب وانضمت مدرسة الطب إلى الجامعة المصرية في 1925 وبدأ القصر العيني الجديد لما البرلمان المصري وافق على إنشاء مستشفى فؤاد الأول اللي هي مستشفى المانيال الجامعي حاليا كل سنة وكل الأطباء بألف خير ويوم مميز ترجمة نانسي قنقر